موسيقى مساء الخير كلما أطل شهر أذار فح عطر الانتصار وتران نأتي إلى حسينية معركة عن سابق إصرار وتصميم نأتي إليها كي نقف في امتحان الذاكرة وامتحان المستقبل أمام نصف الجنوب محمد سعد وأمام خليل جراد وكل الشهداء الآخرين اليوم في كلمة سواء نقدم هذه الحلقة الاستثنائية التي خصصناها للحديث عن ذكر استشهاد قائدي المقاومة محمد سعد وخليل جراد ويسرني بالمناسبة أن أستضيف عضو المكتب السياسي في حركة أمل الحاج عباس عباس مساء الخير حاج عباس ويسعدني أيضا أن ينضم إلينا عبر زوم الأستاذ محمد العبد مدير ثانوية الشهيد محمد سعد حاج عباس بداية من يقرأ خطبات الإمام القائد السيد موسى الصدر أعضاه الله وأخويه والشهداء القادة المؤسسين يلاحظ أنهم كانوا يركزون بشدة على تاريخ الرفض في جبل عامل قبل نشوء الكيان الغاصب على أرض فلسطين اليوم إذا نطلب من حضرتك تحدثنا عن هذه الحركات المقاومة التي شهدها جبل العامل تحديدا في وجهه كل منثر بسم الله الرحمن الرحيم موضوع حركات الرفض والمقاومة للمحتل والمستعمر ليس بجديد على أهل جبل عامل يعني كانوا طليعة المقاومين للاحتلال الفرنسي مقيدة السيد عبد الحسين شرف الدين والقائدين الكبيرين أدهم خنجر وصادق حمز الفعور وكانوا من طليعة المقاومين للاحتلال الصليبي لفلسطين المحتلة وطليعة المقاومين والرافضين للاحتلال العثماني فمسألة الرفض مسألة ترافية تاريخية جزء من العقيدة أهل جبل عامل فالتفكير دائما أن هذا الموقف ليس بجديد هو جزء من الهوية الوطنية وجزء من الهوية الدينية والهوية القومية فالاستعداد كان دائم وما زال يخبو أحيانا ويطفو على سطح الأرض وعلى سطح القضية إذا ما تغيرت الظروف واستدعت الأمور إلى المواجهة المباشرة مع المحتل لذلك التفكير دائما بموضوع الرفض هو جزء من عملية التحفيز وتحريك الواقع باتجاه مواجهة الإسرائيلية نحن هذا تاريخنا نعم طيب استاذ عباس يعني خلينا نروح للعام 1982 عم بحكي تحديدا عند حصول الاجتياح انسحب الجميع وصولا إلى خلدي وقد أعلنت بيروت كثاني عاصمة عربية تحت الاحتلال بعد القدس الشريف كيف كانت هذه المواقف الشعبية في قرأة الجنوب يومها يعني ومن أين أتى قرار المواجهة قرار المواجهة هو يعني ليس قرار قيادي نعم ولا قرار يعني ظرفي آني قرار المواجهة منذ تأسيس حركة أمل نعم وتسميتها هي تسمية مواجهة أفواج المقاومة اللبنانية أمل واحد من الأسئلة الكبرى الثلاثة اللي على ضوء أنشأ سماحة الإمام القائد حركة أمل يعني بتجيوب على سؤال مركزي كيف نقارب الصراع العرب الإسرائيلي وكانت المقاربة مختلفة عن مقاربة اليمين بالتحاور وإنتاج الاتفائيات واتفائية السلام ومختلفة عن مقاربة اليسار بالاعتماد على قوة عظمى مثل الاتحاد السوفيتي كان في مقاربة جديدة قال الإمام الصدر بالأونسكو يوم شهيد أمال خذ علما يا أبا عمار إن شرف القدس يا أبا أن تتحرر إلا على أيدي المؤمنين الشرفاء هذا الخيار الثالث هو اللي يعني على ضوء أسس الإمام القائد وبتعرفه ولادة الحركة بانفجار عين البنية كان التدريب على شتى أنواع الأسلحة المتاحة والمتوفرة لمقاومة العدو وكان أول قائد بأسس لمقاومة قبل الاحتلال هو سمحت الإمام القائد وعلنت الحركة ولادة المقاومة بانفجار عين البنية فلذلك قرار المقاومة هو بأصل الأيديولوجيا والعقيدة الحركية وتراث أهل جبل عامل أهل الجنوب موضوع المقاومة لا يحتاج إلى قرار علما طبعا يعني الأمر التنفيذي والأمر السياسي بإعداد السلاح والذخائر والتعبئة والإعلام ومشاكل من أمور طبعا من الرأس الهرم من الأخ الرئيس إلى قيادات الجنوب اللي نفذت الأمر بكل دقة وإتقان نعم أستاذ عباس شاهدنا العديد من الفيديوهات التي تبرز الدور التعبوي الذي كان يمارسه الشهيد خليل جراد الاستنهاد الأهالي في قراء الجنوب وتحفيزهم على التصدي للإحتلال إذا بننغوز أكتر بتفاصيل هذه الفيديوهات اليوم شو كانت أبرز المعالم الخطابية الجهادية التعبوية على ماذا ارتكزت؟ على ماذا كان يرتكز الشهيد بهذه الخطابات؟ يرتكز إلى ركن أساس ويتكرر في معظم خطابات الشهيد نعم القائد خليل جرادي الفكر المقاوم كان يركز على الفكر المقاوم هذا الفكر وهذا الأديولوجيا اللي بالاجتياح الإسرائيلي أخدت فرصة لتنزرع في أرض جبل عامل أرض الجنوب فأنبتت مقاومة وأورقت وأزهرت وأثمرت كانت الفرصة التاريخية لهذا الفكر أن ينتج وأن يعطي أحسن ما عنده على مستوى الجنوب سيد سابيس أسألك لما لا يعلم على ماذا يرتكز هذا الفكر المقاوم؟ ما هو الفكر المقاوم؟ أول أبجادية هذا الفكر استحضار كربلاء على اعتبار على اعتبار يعني الإشتياح الإسرائيلي عام 82 كان مقصود منه صهينة لبنان وبالتالي أنتج 17 أيار ومقدم لصهينة العالم العربي برمته يعني وقتل بنحكي عن أربعة أذار وعن قيادات طبعا المناسبة أربعة أذار شهيد محمد سعد شهيد غلي جراد في قيادات كمان يعني إلى حضورة المقاوم 82 كان مقصود صهينة لبنان وبالتالي للعالم العربي هذه المحطة نتحدث فيها عن قيادات منعت صهينة العالم العربي برمته وأفشلت مشروع إسرائيل الكبرى لذلك موضوع الفكر واستحضار كربلاء واستحضار عشوراء نعم إشتياح إسرائيلي عمل زلزال سياسي أمني عسكري قلب الموازين رأسا على العقب على مستوى لبنان كل لبنان وأنتج رئاسة جمهورية وحكومة وتركيبة عسكرية أمنية سياسية كما يشتهي الإسرائيلي طبعا منظمة التحرير طلعت بالبحر على تونس الحركة الوطنية اللبنانية تعرضت للتصفي الكاملة الجيش العرب السوري أعيد انتشاره حتى ظهر البيضر الجيش اللبناني كان جيش أمين جميل الإقطاع المحلي نبت من تحت الأرض وفي منه إجا على ظهر الدبابة الإسرائيلية يعني لم يبقى في الميدان وهذا تاريخ لم يبقى في الميدان إلا حركة أمل وحركة أمل في الجنوب طبعا بقيادة الشهيد محمد سعد أو الشهيد خليل إجراضي هذا المرحلة يعني مرحلة عظيمة جدا تحتاج إلى قيادات عظيمة لم تصنعهم المرحلة للشهداء هم عظماء والمواجهة عظيمة جدا كانت تحتاج إلى مزاوجة بين القاضي الممولين بالفكر المقاوم المتصل بكربلاء وعشراء وبين خيار وحيد هو مواجهة المحتل الإسرائيلي لذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني كان الموقف كربلائي لا ناصر ولا معين لا من الشرق ولا من الغرب لا من اليسار ولا من اليمين حتى القوى المحلية غابت جميعا عن الساحة هذا الزلزال اشتياح 82 الزلزال اللي يمكن على طالما نحن هلأ بعصر الزلزل على عشر درجات بمقياس رختر هون يعني عظمة الشهداء انه قدروا يوقفوا شعب على جراء ويعودوا له ثقة بنفسه انه نحن منستطيع المواجهة منستطيع نقاتل ونقاوم المحتلة الإسرائيلي طبعا كان يحتاج إلى فكر هذا الفكر أبجاديته لألف عند الشهيد خليج راضي الفكر المقاوم أن نستحضر كربلاء وعشوراء نعم على سيرة استاذ عباس كربلاء وعشوراء فعلا يعني ده طالما أكد الشهيد خليج راضي للعدو على أن القتل لا يفيدنا والمآسي ما بتفيد والدم معنا لا يفيد لأننا جبلنا من جراح كربلاء طيب خلينا نتحدث اليوم عن مزايا هذه الشخصية العظيمة أو دعنا بالأحرى نتحدث عن مزايا يعني الشخصي شخصيتي القائدين محمد سعد وخليل جراضي أيضا شو اللي ميز هؤلاء القادة الأبطال؟ أول ميزي هي الإيمان بالله نعم إيمان عميق جدا يعني ممارسة العبادة يعني نستوى الواجب والمستحب صلاة أو صوم أو مشاكل إيمان عميق يعني اتصال شبه أو دائم برب العالمين هذا الإيمان اللي مكنهن واللي كان بند أول بمثاق حركة أمل الإيمان بالله بمعناه الحقيقي وهو تحمل المسئولية سواء على مستوى موجهة المحتل أو على مستوى رفع الجمهور وخدمة الجمهور بجبل عامل والجنوب الميزة التانية قوة الشخصية يعني يتمتع هذين القائدين بقوة شخصية قوة رائعة جدا يعني على مستوى الحوار على مستوى الثقافة على مستوى الفكر الاثنين يتمتعوا بالخطاب والمنبرية يعني كل منهم قادر على أن يعيد سياغة العقول والقلوب عند مستمعيه بقوة التأثير وقوة الجاذرية وقوة الجاذرية وقوة الجاذرية الشجاعة والحكمة الصبر الزهد القائد يقود العمليات هو نفسه ينفذ عمليات هذه التطحية والفدائية يعني مش أنه بغرفة العمليات عم بيقود أو عم بيوزع المهام على المجموعات العديدة ولكنه أيضا يقوم بالعمليات على أرض الواقع فلا للقيادات بيتمتع بالجماهيرية يعني معروف وسط جمهور متواصل دائما مع الناس سواء بالمناسبات الاجتماعية بالمناسبات الدينية بخدمة الناس بالحالات الصحية بحاجات الناس حتى الحاجات والمشاكل الصغيرة كان الشهيد خلج راد أو الشهيد محمد سعد بيتابعوها للآخر خدمة الناس كان يقفوا إلى جانب الناس صحيح حتى وقت الانفجار حسينية معركة كان في عمل اجتماعي بمكتب الحركة فوق الحسينية هو خدمة الناس لأنه كانت معركة والقرى قرى الرفض محاصرة ومش عم يوصل لتنموين فالاتصالات مع أفريقا عديدين لتوصيل حصص غذائية وبعض الأموال للحالات التي صارت بدون عمل بدون إنتاج بدون يعني بدون أي معيل لذلك استشهدوا وعلى طاولة البحث كان في شؤون الناس شؤون الناس وخدمتهم فهذه الصفات يعني الحكمة الشجاعة الصبر الإرادة العبادة الإيمان الثقافة الفكر محمد سعد خليج راضي مش قيادات عسكرية أمنية مشروع المقاومة عندهم منه مشروع عمل عسكري المقاومة مشروع كامل في كل الأبعاد فلذلك استمرت وبقيت وأثمرت وأنتجت ليؤسس على هذا المشروع بنيان سياسي وبنيان اجتماعي لأن الحرب مثل ما بقول الأخ الرئيس والإمام القائد والقاد الشهداء الحرب مع إسرائيل حرب وجود مش حرب حدود صحيح وليس لإسرائيل الحق في الحياة وأننا كنا نجيب على نقطتين في حدا يعني حاول يغازل أن الإسرائيل الحق في الحياة وخلافنا مع إسرائيل ما أنه خلاف أيديولوجي لا خلافنا مع إسرائيل أيديولوجي نحن ضد العدو الإسرائيلي ليس فقط لأنه احتل فلسطين واحتل أرضنا نحن ضد العدو الإسرائيلي ضد إسرائيل لأنها إسرائيل بما هي عليه من أيديولوجيا وبما هي عليه من شرانية وعدوانية وليس عبث أن يسميها الإمام الصدر الشر المطلق نحن نعلم أن الشهيد محمد سعد كان أستاذا في مهنية جبل عامل المهنية ولم نعلم يوما أنه كان قائدا عسكريا كيف استطاعد القائد جمع السلاح والعتاد للمواجهة وما هي الاستراتيجية العسكرية التي اعتمد لتحرير القرى السبع أولا ومن ثم كامل تراب الجنوب أكيد وصولا إلى الشريط الحدودي المحتل مناسب جدا لفت النظر لموضوع مؤسسة جبل عامل المهنية نعم أكيد بدنا نحكي نحن عن دور مؤسسة جبل عامل في عمل المقاومة أنا أطلقت عليها اسم كعبة المقاومين وكعبة الحركيين هي المفاعل للمجتمع التربوي العلمي الذي خصب عقول الناشئة وقلوب الناشئة بالعمل المقاوم لذلك كانت تتخرج أجيال وأجيال من مؤسسة جبل عامل بالمناسبة يعني لفت نظر مهم بمعاناة المعلمين والطلاب نوسم معاناة معظم قيادات المقاومة أساتيدي ومعظم المجاهدين اللي بنفسه على الأرض طلاب جامعات ومهنيات وثانويات نعم لذلك كانوا طليعة بالعمل المقاومة ومؤسسة جبل عامل لم يقتصر دورة على موضوع المقاومة من المحتل الإسرائيلي حتى الكوادر الأولى بالثورة الإسلامية في إيران كانت تلتقي مع الإمام الصدر في مؤسسة جبل عامل المهنية وكانت تلاقع المقاومين الأول قبل 82 وإنتكن كانت بمناطق محدودة أيام دكتور الشهيد مصطفى شمران نعم بال76 و77 حتى وقت اشتياح العام 78 كان الشهيد مصطفى شمران نقود عمليات وأعطى بإيليات لسعد حداد والإسرائيليين وكان الحركة إلى حضور مميز بتلة شلعبون وصف الهوى ورب تلتين بنت جبال يعني فيه مواقع واجهت فيها وقاومت الإسرائيل وقاومت ما يسمى جيش لبنان الجنوبي عن هذاك لذلك الشهيد محمد سعد مش قائد عسكري هو تربوي هو تعليمي هو ثقافي كان محاضر من الطراز الأول في الدورات الثقافية لحركة أمل نعم هذا يمكن كما كنا نحكي عنه أول شي أنه هذا هو الفكر المقاوم فعلا نرجع اليوم لأسؤالنا كيف قدر هذا القائد جمع السلاح والعتاد للمواجهة حضرتك تقول كان أستاذ كان بالطليعة شو اللي جمع بين الدورين يمكن إمكانات الحركة على مستوى السلاح والذاخير كانت محدودة جدا نعم وهذا يمكن اللي خل الإمام القائد سيد موسى صارح الوقت اللي بيحكي عن الوسائل اللي بدنا نقاوم ونقاتل فيها الإسرائيلي معظمة وسائل متواضعة نعم بقرتك بأسن عنزنك عنزتك فرشتك أسنانك نعم أظافرك سلاحك المتواضع هذا كأن كأن بيقول ما في حدا يهرب أو يستئيل من مسؤولية مواجهة المحتلة الإسرائيلي تحت حجة أنه لا توجد إمكانات بسط الإمكانات كل شخص يقاوم على طريقته بإمكاناته بس كأن بيقول نحن مهما توفر من سلاح متواضع قادرين نقاتل الإسرائيلي ويجب أن نقاوم الإسرائيلي لكن هذه المقاومة تحت عنوان اللي حطوا الإمام الكشاف على صدورهم وأعدوا لهم ما استطعتهم يعني بنحط شحطة تحت كلمة ما استطعتهم هذا المستطيع لا أمننا والبيئة على الله سبحانه وتعالى لذلك منها نستحضر كربلة وعاشورة نعم الفكر المقاوم اللي ألفوا إلى يقوا هي كربلة وعاشورة فلذلك كانت مؤسس جبل عامل المهنية الشهيدة محمد سعد موضوع عاشورة يستثمر على عاشوراء استثمار كبير ورائع جدا وهي الفرصة الرئيس لدفع الناس والمجاهدين للوقوف بوجه المحتل الإسرائيلي نعم طب استاذ عباسي ونندق بالتسلسل بعدين أفهم في نقطة بس كيف ننجب سلاح كيف استطاع أن يجمل ترك الإسرائيلي بالاشتياح الإسرائيلي هو مشتاح حتى وصول لبيروت ترك الأسلحة المدمرة والذخائر على جانبي الطرق نعم كصورة من صور الهزيمة نعم حتى ظل منطبع الهزيمة أنه هذا البقات الإسرائيل شوف هذا الثنائي كيف ثنائي نعم سبطانة الثنائي طويلة كيف يعني حاني رأسه نعم هذا الهون هذا هذا الألية هذا الرشاش تركون الإسرائيلي عجوان بالطرق اللي رايحوا اللي جاي يشوف صور الهزيمة من صور الهزيمة صنع فرصة محمد سعد وخليج راديو وبقية الشهداء لموا الذخائر والأسلحة اللي بعد صالحة للاستعمال وخزنوها بالمخازن واستعملت هذه الأسلحة ضد الإسرائيلي وبقي من الذخائر حتى ما بعد الانسحاب الإسرائيلي من منطقة صور يعني ما احتجنا نستورد ذخائر من برة نفس الذخائر الموجودة المرمية استعمالها الشهيد محمد سعد الشهيد خليج راديو خزنوها واستعمالها ضد الإسرائيلي نعم استاذ عباس يعني زينا نحكي اليوم عن جد الشهيد القائد محمد سعد وخليج راديو أدي كانوا مثال ونموذج صادق عن الأخوة القادة والمؤمنين أدي كان طبيعتها العلاقة بينتهم فعلا فيها انسجام عالي هذا يعني توأم بالقيادة توأم بالجهاد توأم بالتفكير اجتمعوا على الجهاد استاذ عباس نعم توأم بالروحانية يعني بس تقول محمد سعد خليج رادي سأقول خليج رادي محمد سعد نعم اللي بتحكي عن خليج رادي بتحكي عن محمد سعد نعم يعني في شو حاجة تكرر شو سر استاذ عباس نشأوا مع بعض أوشي معركة بعدين التعليم المهني بصيدة مهنية صيدة وبعدين اجتمعوا على الخط اجتمعوا بمؤسس جبل عامل والحاضن المؤسسي هي المؤسسي والحاضن الأكبر انه اتناناتهم مسؤولين بحركة شهيد خليج رادي مسؤول منطة وشهيد محمد سعد كان قيادة بالأقليم ففيه توقم يعني اتنان كيف أقوله التوقم الروح نعم ايه فيه تناغم كامل بالتفكير وبالسلوط ونماذج ايمانية فيه الزهد يعني شهيد محمد سعد باعتراض بولة طلاب المؤسسة زاهد بالدنيا ما بدوا الدنيا ما بدوا الإعلام ما بدوا الصورة يعني ما عم يجاهد لا يوصل لمنصب عم يجاهد لا يرضي ربه عم يجاهد لا يحرر أرضه هذا الأمر وطلاب خالص لله سبحانه وتعالى الناس تمحضوا فئتها ويعني القائدين بيوصل لمحل عند الناس شهيد خلج راضي إذا بدأت ساعة تنتام باللال أهالي معركة الاجتماع بالإحسانية بتجتمع الناس ساعة تنتام باللال هالقد كان هو فعلا فيه تقديس لشخصية الشهيد محمد سعد وشهيد خلج راضي الناس بتقديس هالقداسي وهالتعظيم نابع من سلوكهم ومن إيمانهم وفكرهم وتواصلهم مع الناس نعم إستاذ عباس طب إذا نرجع للإستراتيجية العسكرية اللي كان الشهيد محمد سعد معتمدا لتحرير أولا قرى السبع على ماذا اعتمدت أول أول اعتماد على العمل الجماهيري العام في كل المناسبات الاجتماعية والدينية تفقيف الناس والصنهاض الناس نحن بنقدر على مواجهة المحتل الإسرائيلي العمل الجماهيري اثنين العمل الأمني يعني من استراتيجياته تصفية العملاء كانوا يسمون لقيم لأنه ما في رحمة للعملة نعم بيقول لداخل إسرائيل لداخل إسرائيل هل قد مع إسرائيل قد مقدار إصبعه لازم نقطع له إيده من فوق من الكتف يعني كيف الورم السرطاني بدك تعمل احتياط احتياط مثلا إذا كان الورم عشر سنطي بيعملوا احتياط عشرة تانية هو الاحتياط تبعه متر نعم يعني لم تخترق لم تخترق المقاومة بواحد بل على العكس الشهيد محمد سعد عمل اختراق لصفوف المخابرات الإسرائيلية بالعميل المزدوج كان يوظف ماس تحت عنوان انه هني بتعاملوا مع الإسرائيلي ويفوت على المواقع بيعرف مين بيفوت مين بيطلع بيعرف إذا مجمعين بدروح يقطحموا قرية أو بلدة بيعرف اتجاه الإليات بأي هدك وهم على المترسقلات فبيسبقوهن وبيخبروا الشهيد محمد راحين به الاتجاه أو راحين به هذا الاتجاه فلان فات بسيارة وهي ده نمرته يعني بتعرف على الشخصيات على الإليات على السيارات على الاتجاهات الممكن الإسرائيلي وأحد الإخوان المكلف بعميل المزدوج استشهد تحت عنوان بعدين الطرف اللي صفاه عرف إنه وندر عمية من الصالح الشهيدة محمد شور جناتا وكان إله أدوار رائعة جدا وقدر يخترق المخابرات الإسرائيلية ووصل يعني نعرف طالعين على معركة قبل ما يصل الإسرائيلي على معركة أو على قرى قرى الرفض والمواجهة يعني مثل كان الشبكة فعلا مقاومة متكاملة مع بعضها لم تخترق المقاومة بقيادة الشهيد محمد سعد وشهيد خليجر بعنصر واحد هذا شيء عندنا على شو بدل استاذ عباس بوقتا بدل على الدقة المتناهية في عمل والإخلاص ما بيقبلوا حدا يعني بين بين ما فيه يا خالص لله سبحانه وتعالى يتكلف بعمل ممنوع حدا يسأل ممنوع حدا يسأل فيه غير ما هو مكلف به اللي بكتر الأسئلة يفصل يعزل يهمل فورا نعم مسموح لكل شخص يعرف على بالاشتياح الإسرائيلي نحنا نحنا كحركة ما كناش مقرؤين أمنيا وعسكريا نعم نتيجة تواضع السلاح والذخائر الموجود الإسرائيلي بيعرف بيعرف من التقارير بيعرف من الاختراقات الأمنية بالفصائل والأحزاب لأنه التقارير كلها بان إداء بيعرف أنه حركة أمل لا تملك من الذخائر والسلاح إلا المتواضع جدا جدا طيب أستاذ عباس برأيكم أكيد وحضرتك مرجى يعني بهذا الموضوع كيف سمدت هيد الحركة اللي حضرتك هلأ عم تقول لم نكن أو لم تكن الحركة تملك السلاح فعلا يعني القوي يعني بيوجه هيدا العدو اللي كان فعلا عدو مستشرس جدا كيف قدرت سمدت قبل وهلأ طبعا حيّة بالاشتياح يعني إذا بدنا نحط الداتا نعم التاريخية، السياسية، الأمنية، العسكرية، المالية بقصة السياسية تركيبة البلد نعم الأحزاب والنظام السياسي والأمن والعسكر الرسمي والداتا العسكرية السلاح والذخائر داتا الأمنية شو في أجهزة إذا بنقول هيدا الداتا هيدا الانبوت وهيدا الاوتبوت هالمدخلات واحد اثنان ثلاثة العناصر والسلاح والذخائر والمال والتحالفات وإلى آخرها وهذا المخرجات أنه استطعنا إخراج الإسرائيلي من أرضنا بفعل المقاومة وطردنا ونسحب مدحور نعم إذا حدا نقارئ تاريخي وباحث بده ينظر المقدمات والنتائج بقول في شي مغيب نعم هذا اللي أصدته بالسؤال يعني المغيب القراءة المادية نعم أما بالقراءة المعنوية الروحانية لا في شي كبير حتى العاطفي ايه لا الروحاني يعني وهدي في بعض الشغلات بتصير مثل المعجزات نعم يعني وهي حجة على من عينها وعيشها نعم حدا نسمع بقول هذا عم يحكوا عم يحكوا التركي لا في شغلات بالمناسبة كان في لقاء للشاهد خليج راضي نعم مع وكالة فرنسية بحضور ضابط الأمن الكتيب الفرنسية أحد الإخوان بيجي بوشوشوا للشاهد خليل بيطال من جيبته المسبحة نعم بتمتم بيسبح وبيجيوبه للأخد فضابط الفرنسي الإعلامي بقول له شو القصة شو فيه يعني انه وشوشته ووشوشك وطال مسبحة شو القصة لهذاك بتسام شو بدي يشرح له يشرح له الخيرة يعني بده وقت كتير ليشرح له إياه فبيقله كان عم بيكلم ربه بتسام وقال له عم بيكلم ربه كان موضوع الخيري بالعمليات ما كانش فيه أجهزة يعني الأجهزة كانت معطلة التليفونات ما فيه فيه استطلاع فيه بذل ما تستطيع بذله واخر الشي فيه بتستخير رب العالمين نعم أقوم بهذا العمل أو لا أقوم يا بتقوم يا لا نعم وهذا للتاريخ وللأمانة مع مئات الإخوان مئات الإخوان يعني ما خابت ولا خيري ولا خيري يعني أعطيك واحدة بس من الأمور شهيد حسن أصير معروف بخمسة شباط فجر نفسه بالإسرائيلي من العمليات الاستشادية النوعية صحيح أربعة أيام كان يدور على صيد ثمان نعم الله سبحانه وتعالى وفقوا باليوم الرابع نعم وكانت السيارة بالبرج الشمالي بجاراج بالبرج الشمالي أربعة أيام سيارة تروح وتجي انفضحت عنا حيصلحة نحن بقلب البرج نص حيصلحة القريب على الغراج اللي في السيارة فلوا وصل الخبر الشهيدة محمد سعد أنه انفضحت السيارة ويظهر بدأ تخرب العملية نعم قالوا الخيري كانت منيحة وصلت الدورية الإسرائيلية على الغراج رفعوا الجرار السيارة وين؟ بقلبه بالداخل ما شفوا السيارة نزلوا الجرار بعد الظهر حوال خمسة إلى ربع يفجر الشهيد حسن أصير نعم وقص على ذلك مئات العمليات يتسعش الوقت لن نعم لنحكي نماذج يعني أو ما بعرف إذا الوقت بيسمح نسمح بعد نموذج تاني نعم نموذج تاني نعم تتعطى الحواس ووقت الأمير المؤمنين صلى الله على بات محل الرسول ووقت اللي خرج النبي كان البات مطوق من أربعين فرس بمثل أربعين عشيري أو عيلي من عوائل قراش قال النبي كلام كرآني وقدر ينسحب من البيت من دوم ما يشوفوه قال الأية وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ هذه الآية كانت تتعطل الحواس هذا التأييد الرباني لأن موجود من إمكانات مادية لا يراهن عليه في مواجهة المحتل الإسرائيلي لأنه في جيوش عربية اشتحطة إسرائيل ضيارات ودبابات وملايين جنود وموازنات قد ما بدك بس هذا السلاح المتواضع كان عم يركز عليه الإمام الصدر أنه بدنا نسكب عليه الإيمان بالله سبحانه وتعالى فتتعطل بإحدى المرات نازلين بكميون مطلوب بدون نمر ثلاثة فيه سلاح من معركة بالليل على جل البحر معركة بالنهار فيه مشكلة إنه تطلع و تفوتي على معركة بالنهار فيه مشكلة كيف بالليل؟ وصلنا على مفرق جل البحر فيه حاجز إسرائيلي الخير يطلع تمنيحة ما بدنا نعمل؟ فيه حاجز نكمل بدون القطونة ندور و نهرب بدون يطلق النار علينا بدنا نختار ياب يطلق النار علينا نعم بهالدقاية القليلة جدا باختخذ قرار سريع طلع القرار نحن استخرنا و طلعت الخير شو؟ جيدا كملنا طبعا يعني هلأ الحكي على البارد بس بالميدان و بلغت القلوب الحناجر واللي بالقطول الإسرائيلي ما بدن منه شغلي بدنش منه شيء إلا شغلي واحدة بس كم مشنا محمد سعد نعم يعترف ضل في قدامنا سيارة هم يفتشها الإسرائيلي طبش طبوني مشت السيارة غيروا الحاجز عملوا دورية و مشيوا نعم نحن كملنا مئات الاستخارات والأضايا من هالنوع هذا السر الروحاني نعم أنه فيه تأييد رباني إلهي هذا اللي خل الإمام الصدر بالمؤتمر التأسيسي لحركة أمل سنة السبتة وسبعين كأنا عم بحدث الإخوان والأخوات أنه ما بعد الانتصار على الإسرائيلي ابتسموا نحن السبتة وسبعين معروف يعني يمين و يسار و فصائل وأحزاب و تناقضات أمنية و انقسامات قد ما بدك ونحن ضعاف عسكريا بس قوية إيمانيا نحن سيدنا نحن بدنا ننتصر على الإسرائيلي بالإنها ليش خايفاني عليكم ما تنتصروه أنا خايفاني عليكم من شي تاني ما هو؟ أنیں بدأ لونا تكونوا على قدر من دفع الاثمان بعد الانتصار على الأسرائيل ب انتصار على إسرائيل بدي يوطد نفسه على دفع الأثمان وفعلا بعد كل محطة مننتصر فيه على الإسرائيل كان في دفع أثمان فلذلك في فئة عالية يعني فئة عالية بيربه قال له انتصار على الإسرائيلي في جايب الإمام العبر هيك انتصار على الإسرائيلي هذا الكلام سنة السبتة وسبعين سنة السبتة وسبعين كان في حكي أنه حدا يجيب لنا رينجر إسرائيلي مش إلي يعني وكان الإسرائيلي قول نحن نشتاح لبنان بالفرقة الموسيقية هل قد الأمر بسيط كان بنظره عند الإمام كمان بسيط انه فئته بربه عالية جدا انه قادر على الانتصار على الإسرائيلي عضو المكتب السياسي في حركة أمل حاج عباس عباس نحن رح نتابع سوين هيدا الحلقة ولكن بعد هذا الفاصل فبقوا معنا أنا محبه الله من جديد أهلا بكم مشاهدنا الكرام ومستمعي إذاعة رسالة نتابع وإياكن كلمة سواء برحب فيك عضو مكتب السياسي في حركة أمل حاج عباس عباس كنا نحكي قبل الفاصل عن الاستراتيجية العسكرية التي اعتمدها الشهيد القائد محمد سعد بدنا نتابع بخصوص هذه الاستراتيجية وأبرز النقاط اللي اعتمد عليها رقم واحد تصفية العملاء نعم ثاني سرية تامة نعم ثلاثة توريط يعني كان عنده قاعدة بيقول نحن لازم نتحول من فرد مطلوب لشعب مطلوب لجماعة لشعب لشعب مطلوب يعني بداية كان مطلوب محمد سعد خليل الجرادي على صفحة واحدة كان مطلوب مجموعة أشخاص للمخابرات الإسرائيلية صاروا صفحتين صاروا ثلاثة صاروا أربعة صاروا دفتر صاروا دفتر فقدر يزج كل شرائح المجتمع بالمواجهة مع الإسرائيلي ومرته بيعبر تعبير توريط فلان رجل دين يعني ما عم يجيب سيرة الإسرائيلية بكلماته بمواعزه وكلماته بالمناسبات الاجتماعية والدينية ففيه أسبوع ببلدة ما يعني حتى من نروح على نأشر على حدبي فبيقل له بيبعث له خبر أنه مولينا أنت ما تروى على الحسينية أنا جاي أخذك بيوصل الشهيد محمد سعد بيطلع معه بالسيارة هو بسوق ورجل الدين حد منه بيبلش محمد سعد ما بيروى دغري داركت على الحسينية بيستريفت له يبرم شوي يأخذ شوية وقت ليه مثل على طريقتي يشحنه نعم تعبئة 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 وقت الوصل طبعا فيطع الحسينية كلمة سماحة الشيخ فلان فرغ لي عبايا هنا محمد سعد هلأ وقت النزل قال له عجبك هكا محمد سعد يعني طوريت نعم كل شرائح المجتمع يعني حتى الأخوات عمل لهم دور بالحراسة كانت واحدة من استراتيجيته حراسة قرى الرفض والمواجهة نعم واحدة من استراتيجيته بناء المخابق ما في مخبأ بيشبه التاني كل شاب في معركة يجب أن يعمل مخبأ وكل شاب بيبرج رحال وبدياس وبشحور وبالعباسية كل قرى ممنوع يكون في نمطية بالمخابق لأنه إذا اكتشف الإسرائيلي مخبأ واحد نعرفة الباقية الكيفية نعم فلذلك حتى بمعركة اللي اللي له علاقة بالمقاومة وبحركة أمل واللي ما قالوش علاقة كله بيعمل مخابق ليش لأنه الإسرائيلي بس يفوت بجمع كل الشباب بيحطهم بالملعب بيحطهم بالريوهات بيحط الكيس براسهم قالت الرابط بإيديهم نعم بيبقى بالمخابرات الإسرائيلية بيصور أربع خمسة أيام اللي يجي دوروا بالتحقيق بيجي دوروا ويطلعوا وما قالوش علاقة بيفلتوا وبروا على ضيعتوا نعم شو صار يعملوا الشباب لأنه مسألة معركة مش مش اقتحام واحد واثنان وثلاثة شغالي سلسلي فأحسن ما يقعدوا أربع خمسة أيام بالمخابرات بالكيس براسه والربطة بإيديه ولبيط على الرايح والجاي شو صار يعملوا صار يعملوا المخابر نعم وبقال لك نلقطوني هي هي ما نلقطونيش بكون زماطط نعم ما يقارب يعني مئات الشباب في بلدة معركة مئات المخابر لم يكتشف الإسرائيلي مخبأ واحد في مخبأ واحد اكتشف الإسرائيلي لم يقالوا علاقة بالإخوان هو جور الدخان يحطوا فيها الدخانات بس هدي ما هو مخبأ أساس هي جور الدخان الواحد اللي يعرف الإسرائيلي أما مخابر لاثنان وثلاثة وأربع إخوان مع بعض لم يكتشف الإسرائيلي مخبأ واحد نعم ما لش أساس عباس محل تعقيبا على كلامك من حضرتك اللي تفعلت أن المقاومة الشعبية اللي أطلق الشهيد القائد محمد سعد تشارك فيها كل المجتمع فتيين والفلاح والمثقف ورجال الدين ولكن حضرتك ذكرت أن الشهيد خلق المرأة تشارك بهذا العمل وكان لها دور أساسي في تفعيل العمل المقاوم اليوم إذا بدأ أسأل حضرتك كيف استطاع تفعيل هذه المشاركة بالعمل العسكر وماذا كان أثر هذه المشاركة بالعمليات النوعية مش حتى بس العمليات العادية ببداية الاحتلال كان الإسرائيلي يجيب إبضاعة لسوقها بالجنوب نعم كان القرار واضح أنت الشهيد محمد سعد تفجير المحلات بعد الإنذار طبعا كل محل يستقبل إبضاع إسرائيلي ينفجر واللي كان يقوم بالعمليات الأخوات يحطوا العبوات للمحلات اللي تستقبل إبضاع الإسرائيلي اثنين الحراسة كان الإسرائيلي أول كان الإسرائيلي أول ما بيفوت على معركة كان يطلعوا بالإليات والدبابات فصوت الإليات والدبابات مسموع تستنفر العالم وصير في المواجهة واللي بديوا تخبى بيتخبى نعم قلب الاستراتيجي الإسرائيلي قبل ما تطلع الإليات والدبابات سيبعث الجنود مشات ولذلك الكلام اللي قاله الرئيس بري وقت اقتحام 24 شباط اقتحام معركة اللي قد دخلوا المعركة بأكثر مما دخلوا القدس نعم بآلاف آلاف الجنود ليش ومنظر أنا يعني منظر مضحك نعم فتشو الاسرائيلي بعت المشات بس توصل المشات انكشف المشات بتطلع الآليات نعم خلاص انفضع على تخوم البلدات كانوا الأخوات نعم وظيفة الأخوات الحراسة بس يشوف الجند الإسرائيلي بتكبر لورا بيكبر لورا بيكبر لورا بيكبر ليوصل التكبير للجامع والحسينية ساعتها الميكروفون شو بفاق كل أهل المعركة وكل أهل القرى اللي هي عم تواجه فالإخوان اللي هني مطلوبين بروحوا بيتخبوا المشهد المضحك انه الإسرائيلي يعني مئات الجنود كلهم حاملين مثل الرمح حديد في من ناحة الجنوب بمعركة حقلة مزروعة عن بيت وملفوف الإسرائيلي معه حديدي عمالي يشك بالأرض لا يعرف إذا فيه مخابق يعني تصوري مئات الجنود مش حاملين سلاح عم يفتشوا على مخابق بهذا السلاح لذلك الأخوات الدور الرئيسي أنه بيعطوا الإخوان ولو عشر دقايق ربع ساعة مشاغلي مع الإسرائيلي صحيح حجارة وزاة مغلة ويعني مشاغلي لا يكون الأخ المطلوب وصله الخبر فاق ولبس عليه ونزل بالمخبأ بس نزل بالمخبأ ما عاش فيه مشكلة نعم هذي من استراتيجيات الشهيد محمد سعد إضافة طبعا المواجهات المباشرة مع الإسرائيلي يعني في محلات المرأة كانت أفعل من الرجل نعم بالحجارة أو بالذات المغلة حتى إحدى النساء الله يرحمه توفت طعنة الإسرائيلي يعني انكسر الحاجز الخوف من الإسرائيلي العامل النفسي زال وبان الإسرائيلي على حقيقته جبان وخويف وهذا الحاجز النفسي هو الأساس بالصراع إسرائيل يعني فيما سبق من كل المحطات الأمنية والعسكرية اللي صارت سواء بالاشتياحات سنة الـ 67 أو بالكوماندوس أو بعمليات الاغتيال للقيادات الأمنية والعسكرية الفلسطينية والخطف كانت إسرائيل قصة كبيرة شوي بتبين إسرائيل لا أنه نحن قادرين على المواجهة نعم وزج كل أفراد المجتمع وشرائح المجتمع بالمواجهة مع الإسرائيل وقدر يحقق ما قلته بدنا نتحول من أفراد مطلوبين لشعب مطلوب وقتصار الشعب مطلوب كل أهالي الكرة مطلوبين لأنه كلنا يشاركوا بعمل المقاومة عجز الإسرائيلي عن أنه يتابع احتلاله وبالتالي تحت ضربات المقاومة والمواجهات الجماهيرية طر أن يندحر عن الأرض التي تحتل بالقوة نعم استاذ عباس اليوم نحكي عن الفكر الأساس أتحدث عن فكر الإمام القاد السيد موسى الصدر بإطلاق جذور المقامة في قراء الجمنوب وصولا إلى التحرير بـ 25 أيار الفانية نحن نعلم أن العدو اشتاح قراء الجنوب على مرحلتين الأولى كانت بأزار بـ 87 قبل اختطاف الإمام القاد السيد موسى الصدر وثاني بحزيران بـ 78 وثاني بحزيران بـ 82 حيث وصل إلى بيروت كيف فيك اليوم تشرح لنا عن فكر السيد موسى الصدر طبعا المقاوم وكيف استمدوا منه يعني القادة الشهداء كلهم من هيدا الفكر المثابر عملياتهم البطولية اللي أهموا فيها نتيجة العدم التكافؤ المادي بالمواجهة مع الإسرائيلي كان لازم يعني يفترض في أمر ما يعدل الميزان نعم مقابل الكفة المادية الكفة التانية هي الكفة الروحانية وهذا اللي ركز على الإمام الصدر بالمواجهة مع الإسرائيلي نعم وهو جواب على أصل وجود حركة أمل صحيح يعني من صلب العقيدة الحزبية تبعنا صلب العقيدة التنظيمية أن تكون مقاوم للإسرائيلي نعم وقال السلاح زينة الرجال في استقبال العدو الإسرائيلي يعني إذا دخلت إسرائيل الجنوب سأخلع ردائي وأصبح أول فدائي وأصر يوم الشهيد الأخضر العربي أن يكون هو الذي يصلي على جنازة أول شهيد ضد الاحتلال الإسرائيلي هو يصلي على صلاة الميت نعم فموضوع الفكر الإمام بهذا الإطار حقيقة يعني ركز على الروحانية نتيجة عدم تكافؤ القوى المادية نعم فمن هون ما قلنا إلا وهذا يعني ولادة الحركة أعلن الإمام الصدر صحيح بخمسة تموز كانت ذكرى أربعين الحسين عليه السلام نعم وكانت تركيز على الإيمان بالحسين أنا لا أؤمن بالحسينية التي لا تخرج ثوارا ومقاومين يعني الحسينية مدرسة مثل المؤسسة جبل عامل مثل كل المؤسسات لازم تخرج ثوار نعم سيد عباس معلي اسمحلي على سيرة المؤسسات والثانويات التي كانت تخرج مننا هذه القادة حبت اليوم يكون معنا مدير ثانوية الشهيد محمد سعد الأستاذ محمد العبد لحتى لنحكي شوي عن أبرز يمكن الفعاليات أو النشاطات التي عم بقوموا فيها بمناسبة تذكرى استشهاد القائد محمد سعد وخليل جرادة يعطيك العافية أستاذ محمد ومسال خير سلام عليكم يعطيك العافية إليكم أضيفي لحاج عباس عباس والسيد المشاهدين والمجتمعين أهلا بكم سيد محمد سأبدأ معك من هذا السؤال اليوم كمدير ثانوية الشهيد القائد محمد سعد إذا سألكم طلابكم عن اسم المؤسسة والاستشهاد طبعا الذي تحمل هذه المؤسسة ماذا تخبرونهم سنوية الشهيد محمد سعد بدأ بنائها بسنة 86 بكرار من دولة الرئيس نبيه بري وبشراف من الشهيد القائد داود داود وأثناء وضع حجر الأساس أعلن الشهيد داود داود اسم سنوية الشهيد القائد محمد سعد وبدأت السنوية التدريس بالعام الدراسي 92-93 بعد أن تم إنجاز جزء من مبنى السنوي وكلف مديرا لها الحج عباس عباس ضيفك الكريم نعم نعم وجئت وجئت تسمية هذا الصرح التربوي على اسم الشهيد القاد محمد سعد هي تخليضة رمزيا لإنسان رائد بمقاومته ومثال لأجيال بتسعى أن تقضي ولو بالجزء اليسير من سيرة هؤلاء الشهداء شهيد محمد سعد والشهيد الخطة الجراضي وماك الشهداء لهوا جسدوا ثقافة المقاومة والذين صدقوا معهد الله عليه وما بدلوا تبديل وعنوان سنويتنا سنويت شهيد محمد سعد هذا الاسم بيرسم لنا معالم التريق وبيحملنا مسؤولية الانتماء ونكون على قدر المهمة المهمة المقدسة بصناعة الأجيال يكونوا محرارين من قيود الواقع اللي بتجدب للأدنى ونسافر بيهم بالفضاء الأرحل عبر علوم تفيد الحياة وثقافة تكون قيميا للتواصل بين الأفراد والمجتمع نعم استاذ محمد طيب اليوم يعني ما هي المسؤولية التي تقع على عاتق إدارة المدرسة كون هذه المدرسة بتحمل كما ذكرت اسم شهيد بطل يعني هذه بالطبع مسؤولية إضافية للمدرسة أنه هي مش بس تكون عم بتعلم تعليم بشكل عام يعني ولكن مسؤوليتها أيضا تعطي القيم الأساسية كيف بتطبق السنوية اليوم هذه النظرية خلينا نقول أو هيدا المفهوم نعم شهيد القائد محمد سعد كان تلميذ بمؤسسة جبل عامل مهنية نعم وكان وكان مسابر على حضور الندوات الثقافية للإمام الصدر والشهيد مصطفى الشمران فكنا نعرف من الكوادر اللي تابعوا شهيد محمد سعد ويكبوه من ضمن الحاج عباس عباس ضيفيك الكريم أنه كان يتقن فن الإصغاء ويبرع بالخطاب وبالكلام وكان محاور من الطراز الأول وكان مسكف من الطراز الأول كان دوما متأبط بالكتاب فنحن بنهدف لخلق جيل يكون مشروع محمد سعد في حمل هذه القيم والمبادئ اللي حمل للشهيد محمد سعد نعم طيب اليوم نعم استاذ محمد اليوم مع اقتراب ذكرى الاستشهاد في بعض الفعاليات اللي عم بتقوموا فيها أو بتقوموا ببعض الفعاليات أو النشاطات خلينا نقول يلي بتحمل معها كل الرمزية بهذه المناسبة مناسبة الاستشهاد نحن بهذه الذكرى اللي هي محل فخر واعتزاز نعم منذ عام بدء السنوي التدريس بالعام 92-93 وكان مدير ضيفك الكريم الحاج عباس عباس هو بيعرف هذه الأمور كنا نحيي اسبوع الشهيد القائد محمد سعد بالاسبوع الأول من شهر آذار اللي هو اسبوع الثقافي وتربوي وريار الثقافي كنا نقيم ندوات دينية وسياسية واقامة معرض كتاب وتربوي وعدنا عم نحيي هذه الأمور كلها كل سنة وتربوي من خلال إقامة مباريات ألقاء وشعر وإنشاء تحاكي سيرة الإمام الصدر والشهداء والمقاومة وبنعمل دورات رياضية بين الصفوف ودورات ندعي لإلى العديد من المدارس الرسمية والخاصة اللي بقضاء صور وهذا العام سيتم عرض مشهدية تحاكي سيرة الشهيد القائد محمد سعد وأخوين والشهداء وأيضا كرال سنوية الشهيد محمد سعد دوما بيشارك بالاحتفال اللي بتقيمه الحركة ببلدة معركة بذكرى الشهيد محمد سعد طيب اليوم أستاذ محمد كمدير ثانوية الشهيد محمد سعد ماذا تقول بهذه المناسبة؟ بقول بهذه المناسبة أنه بهذه الأزمات اللي منعاني منها اليوم نعم نحن منحيا بالشهيد محمد سعد نعم ومنحتاجه دوما لتتعلم منه الزهد نعم ومنتعلم منه الشجيعة والحكمة بس تواجهنا الصعاب ومناخد منه الهمة بس نتعب والأقدام بس نقصر والثقة بالله عز وجل نعم ومنعاهد الشهيد القائد محمد سعد وأخوين والشهداء أنه نبقى دائما لبناء وإعداد أجيال شابة ووعية مؤمنة بدينة وهمتها وقادري على تسخير قدراتها ومواهبها ومهاراتها العلمية والفكرية لخدمة وطنها والارتقاء بمجتمعها والحافظة على هويتها والتراسة الحضارية نعم نعم أستاذ محمد العبد مدير ثانوية الشهيد محمد سعد أنا بدي أشكر إطلالتك معنا ويعطيكم ألف عافية شكرا عبدكم أستاذ محمد العبد نعم تنتبع موضوعنا يعني بالرغم بالحديث عن اهتمام الشهيد القائد محمد سعد بالإعلام واعتباره جزء أساسي من المعركة بدليل العدد البيانات اللي كان يكتبها ومنها أيضا طبعا ويوزعها بإيده بخطه أيضا هناك على وسائل إعلام وعدد الخطابات اللي كان يلقيها بيئة القرى حملت وسيط الشهيد محمد سعد عدد من الألغاز يعني من عمليات عديدة لم يكن قد أعلن إخفاء مسؤولية الشهيد القائد بعض العمليات وتبني الحركة البعض الآخر بداية الاحتلال كانت الحركة تقوم بالعمليات تحت عنوان المقاومة الوطنية اللبنانية يعني ما بد كان العمل سري بالكامل يعني وكان القاضي الشهداء يتحركوا ب ريحية أكتر بحرية كاملة على أرض الجنوب على اعتبار أنه ما عم يتبنوا العمليات نعم وقت اللي صار طبعا يستشهد إخوان ينجرح إخوان ينقسر إخوان تبين الهوية السياسية طبعا بدأت تتكشف ملامح الجهة الحزبية التي تقف وراء العمليات فلذلك ابتداءا ما كانت تتبنى الحركة العمليات تحت عنوان حركة أمل وبعدين بس صار الأمر معروف ومكشوف أنه هادا الجهة هي حركة أمل تقف وراء العمليات كانت تبنى صريح وواضح هذا اللي يعني ابتداءا كانت تحت عنوان مقاومة نطنية بالدني نعم طبعا سيزعب بس أنا أدريس لك اليوم أختم حضرتك به هذا السؤال مع تصاعد وطيرة العمليات المسلحة بالضفة الغربية في الأيام الأخيرة في مواجهة الاحتلال كيف برأيكم بإمكان المقاومين اليوم تحدثنا وغيرهم الكثير وخاصة على المقاومة الشعبية التي أرسى يعني أرسى فكرها الشهيد القائد محمد سعد كيف برأيك اليوم بقدروا يستفيدوا أخواننا بفلسطين من هيدا هيدا الفكر خليما نقول تجربة اللي حصلت في جنوب لبنان بقيادة الشهيد محمد سعد الشهيد خليج راضي وبقية الشهداء هي مدرسة في العمل المقاوم نعم هي كتاب يدرس ويقرأ فلذلك لازم تكون تحت نظر والاستفادة للإخوة والأشقاء بفلسطين المحتلة اللي منوجههم تحية كبيرة للانتفاضة للمقاومين للأسرة للشهداء للجرحة في لغة واحدة نعم مع المحتل لغة التام هي لغة المقاومة والرصاص هذا الخيار الوحيد أصلاً الإسرائيلي لم يترك للفلسطيني أي خيار آخر خيار التسوي واتفاق أوسلو ساقط نعم خيار أي الخيارات التانية ساقط أسقطها أصلاً الإسرائيلي بالرغم من عدم إيماننا أنها توصل إلى الإسرائيلي يفاوض ليفاوض ليربح الوقت ويوسع المستوطنات ويهوذ الأراضي الفلسطينية المحتلة بالكامل هذا الإسرائيلي يعني حدوده صحيح المقاومة بلبنان زغرت المدى الحيوي الإسرائيلي وصورنا نشوف جدران إسمنتية على الحدود اللبنانية الفلسطينية فالأولوية هي للمقاومة يجب أن تكون السلطة في خدمة المقاومة تلاحم الشعب الفلسطيني بكل فصائل وكل أطيافه غرفة عمليات مشتركة يفترض بالمحيط العربي أن يمد الشعب الفلسطيني بكل سبل الصمود والمواجهة مع الإسرائيلي أن لا ترك فرصة سواء بالأمن أو بالعسكر أو بالإعلام أو بالمال لا يكون الحصار العربي أقصى من الحصار الإسرائيلي لذلك يكون حد أدنى من التضامن مع الشعب الفلسطيني لكن ابتداء حتى تستدرجي الدعم الخارجي يفترض تكون مرتبين أولوياتنا كفلسطينيين أنه خيارنا هو المقاومة التي تحرر الأرض وتنتج سلطة إذا بدنا سلطة وتنتج دولة إذا بدنا دولة بالنهي أستاذ عباسي لا تعلو ريات الانتصار إلا بالتضحية طبعا وبالمقاومة وبالدماء طيب كلمة أخيرة لحضرتك قبل أن نختم بذكرى استشهاد القائدين اليوم الشهيدة القائد محمد سعد وخليل جراضي يعني تاريخ مضيء نعم مدرسي في العمل المقاوم نموذج قيادي فريد نموذج تربوي فريد نموذج لعمل جماهيري فريد يجب أن يؤسس عليه ويكون قدوة وأسوة لكل العاملين بالأولوية أن نكون نحن نحن في حركة أمل أول من يستفيد من هذه القيادات وأول من يترجم هذا التاريخ المضيء في واقعنا الجهادي أو السياسي أو الاجتماعي كنت بس بدي عمل إضاءات على شغلات يل بشكل سريع اي قداش وقت نحن يعني للأسف أكيد نحن نستفيد أكتر مثلا كنا عم نحكي عن عشورة نعم كان في معروف بالصور موجودة وحاثة استضامة الإسرائيلية بالأخوة والأخوات اللي عم يحيوا عشوراء بالنبطية قبل بليلة شايد محمد سعد بيقول بقرة عشورة عن جد مش تمثيل نعم في مقابل حسينية النبطية نعم كان تتمثل المصرع الحسينية يعملوا تمثيل نعم بقوا البقرة عشورة عن جد نعم كان يقصد مش الإسرائيلي اللي اللي استضام بالجماهير نعم الإخوان عن سابق إصرار أصروا يستضموا بالإسرائيلية اللي يعملوا مواجهة بين الجماهير والإسرائيلية إنه هذي اللي بالملعب مقابل الحسينية لا نحن بالميدان نحن عم نترجم عشورة عن جد وفعلاً قدر يعمل عشورة عن جد ففي محطات يعني هو سياسة الزج بكل شرائح المجتمع نعم بيوش الإسرائيلي وقدر ونجح من أفراد مطلوبين ل شعب مطلوب وندحر الإسرائيلي بفعل المقاومة وعجزه عن تطويع وأسر بالهزيمة عقل الشعب اللبناني أو فئة كبيرة من عقول اللبنانيين قدروا تطرد الإسرائيلي وتطرد الهزيمة من عقلة ومن وجدانها وأعاد سياغة الوجدان الفردي والجمعي من جديد نقدر بالإمكانات المتواضعة من حق الانتصار وحلم الإمام الصدر لبل حلم الأنبياء اللي قتلوا على أيدي يعني شر خلق الله سبحانه وتعالى قتلت الأنبياء بغير الحق أن اليهود هذه ترجمة كانت الأيديولوجيا تحتاج إلى ساحة وكان فخر كبير لأهالي الجنوب أن يكون الجنوب هو الساحة التي تتفعل فيها هذه الأيديولوجيا المتصلة بعاشوراء وكربلاء لذلك كان التأييد الرباني والتسديد الرباني عضو مكتب السياسي في حركة أمل الحاج عباس عباس أنا بدأ أشكر حضورك معنا على أمل أنه التأي بحلقات مليانة أكيد بالانتصارات والتضحيات شكرا جزيلا لكم شكرا لكم لأسيد المشاهدين والمتابعين نعم إذن محمد سعد خليل جراد شهداء بلدة معركة وكل الشهداء هم أبدا ودائما القيمة للحياة للأرض للتراب وللوقت هم المواسم القادمة والمساحة التي تقع عليها الشمس نورا ونارا فصاروا وطنا وكما في حياتهم وجهادهم واستشهادهم ستبقى كلمة سر الامتصار والقيامة أملا للوطن وفي الختام اسمحوا لي أن أهدي هذه الحلقة المتواضعة لأرواح الشهداء والجرحة وللمجاهدين أينما وجدوا في كل بقاع الأرض دمتم بأمل الله إلى اللقاء نعم إن الإمامة الحسين على الإسلام رضع بين أيدينا أنفار أطوى سلاح على فكل إنسان في دارها أبداً ليس من الجرسي في السلاح ويكوش وليس نخبر إنها الشهادة إن السلاح الحقيقي هو الشهادة وهذه حديثة ما يجري في جبل عامل تؤكد ذاتها تؤكد للشهادة أنفرية الدبقات وأنفرية الطائرات تؤكد للنصراح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة